اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الاسبوعي هاشتاغ اول آية انزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق وقيل التعليم في الصغر كالنقش على الحجر وقيل ايضا التعليم زينة في الرخاء وملاذ في الشدة لذلك ولأهمية التعليم خصصنا لهذه الحلقة جزءا ثانيا خاصا بالتعليم هاشتاغنا الليلة بعنوان التعليم العام اثنين او التعليم العام الجزء الثاني وارحب بضيوفي الكرام من جديد عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله أبو أهلا بك من جديد دكتور خليل شكرا سيد أحمد تحياتي المشاهدين الكرام ونظيفك الكريم ويسعدنا نكون موجودين معكم نحن أسعد دكتور خليل وكذلك الوكيل المساعد البحوث التربوية والمناهج الدكتور سعود هلال الحربي أهلا بك من جديد دكتور سعود حياك الله جميع المشاهدين إن شاء الله أهلا وسهلا دكتور خليل رح نبدأ حواننا وياك إن شاء الله لكن بعد مشاهدة هذا التقرير الافتتاحي مشاهدي الكرام نشاهد هذا التقرير الافتتاحي ولا نعوده من جديد أهلا بكم مشاهدين ونجدد الترحيب بضيفي الكريمين دكتور خليل بداية معاك 35 مليون دينار ستنفقها وزارة التربية على البنك الدولي نظير الدراسة يجريها البنك لتطوير التعليم في الكويت ما رايك بهذا المبلغ؟ هل هو ضخم أو مبلغ بسيط؟ والله حتى 350 دينار ما أعطيهم 350 دينار؟ ما أعطي البنك الدولي ما تحامل عليهم دكتور خليل لا يعني هناك مشكلة أولا عادة عادة البنك الدولي هو جهاز ومؤسسة تقرض الدول مثل صندوق النقد الدولي يوضعون سياسات بعض التوصيات تقرض الدول؟ تقرض الدول نحن نعطيهم الآن يا أبو فريق بس بشرط ان فيه التوصيات ما علي ايه طبيعي بس احنا ما نبني من نبشل ولا هم يبون من الشي يبناهم 35 مليون دينار من الذي يضع السياسات والآليات في تعليمنا احنا مخاصين من الوافدين اللي موجود عندنا مع ترامي تغييري لهم جميعا لهم يده الطولة في قضية التعليم اتيب لناس من برة واحد خبرتها في التعليم في المكسيك يعني هنا يسوي لي دراسة ما لشنو من الدراساتهم مو زينة أولا أين العنصر الكويتي فيها وين المختصين الكويتين في هذه المسألة تجارب ناجحة تجارب خارجية ناجحة عطوا هالريال ثلاث ملايين دينار لدكتور سعود سنطلع بالتربية لا لا ما نطلع بالتربية إن شاء الله لا لا أنا أقصد الكفاءات والطاقات الكويتية المتخصصة يا عيب لواء أنت يعني توافق لجنة ميزانيات في الاعتراض لجنة ميزانيات في الاعتراض لجنة ميزانيات في الاعتراض على هذا المبلغ تقول لأن وزارة التربية أصلا عندها مركز لتطوير التعليم أطني نموذج قامت فيه أو قام فيه البنك الدولي وقدم دراسة وقدم شيء يخص التعليم لأي دولة في العالم خلقوا لخبرتهم وين هل هم من قدمها لكوريا هل هم من قدمها لكندا هل هم من قدمها لليابان لسنغافورة ولا قدمها حق المكسيك وحق اليونان يعني أنت ضد المساعدة من خارج كويت الآن المساعدة نأتي بها لكن مو بهذا الشكل ولا من البنك الدولي ولا بهذا الأسلوب 35 مليون دينار الآن أقلها أقلها الـ capacity building أو الإنسان الكويتي الذي نطوره ونعلمه فيه المشروع وين فيه المسألة هذا السؤال نوجه للدكتور سعود دكتور أنت موافق على هذا الأمر أو تؤيد هذا الأمر 35 مليون دينار للبنك الدولي يعني شخص أجنبي أو جهة أجنبية ترسم سياساتنا وترسم تطوير التعليم المبلغ هو 35 ألف دولار مبلغ كم؟ دولار 35 ألف دولار 28 مليون دينار لا 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 35 ألف دولار أعتقد ما يعادل من 10 تقريباً يعني هذا العقد الرسمي هذه معلومة كنت تناقلونها دائماً لك السائل ما هو 35 ألف دولار يعني هي دولار أصد مو دينار بس الشباب أيضاً بالإعداد أيضاً يقولوا لي 35 مليون دولار لا لا دولار مو دينار مليون بس مو 35 ألف خمسة و 30 مليون دولار مو دينار بس بالمليون اي 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 لا لا آسف خلافنا أنه دولار مو دينار هم المبلغ كبير دكتور سعود يعني كم تعادل بكويتي 35 مليون مهلا حسبوا 10 مليون 10 مليون تقريباً 12 مليون دينار هذه سؤالك عفوا يعني بالنسبة لهذا المبلغ أنه ينفق من وزارة تربية للبنك الدولي عشان يطور التعليم ونحن عندنا مركز تطوير التعليم بالكويتي هو المشروع أحسس الواحد يكون أمين يعني بنقل المعلومات هو المشروع ما يتعلق فقط في المناهج الدراسية وكان عندنا خمس مشاريع المناهج والمعلم والإدارة وعذب الله من الشيطان الرجيم واختبارات الوطنية ونكر راح عند المعلم في خمس مناهج اللي حصل لأنه شنو هذه إنه قدموا أنه وقعنا مع اتفاقية تقوم على النص على التالي تدريب الكوادر الوطنية أعداد المناهج الدراسية وأعداد استراتيجية لتطوير المعلم وأعداد أيضا مشروع خاص في الإدارة المدرسية واختبارات الميزة الموجودة أول خامس بناء السياسات التعليمية أعداد المناهج؟ طبعا تطوير المناهج مشاركة بتطوير المناهج أهم قدمونا مشروع أننا بدأنا تقريبا من 2010 عملية تطوير المناهج فقدمونا فكرة قالوا أن منهج الكفايات هو المنهج الموائم الآن عالميا فقدمونا فكرة منهج الكفايات من البنك الدولي فقدمو كمستشار وإنه دورك كمستشار قاعد يعرض لك الخبرات ونقول القضية ما قضية أنه البنك الدول غير دولي أنا قاعد أقول أنه أين في المعرفة أنا أأخذها لكن نجاح التجرى من الصعب مكان أن نحكم عليه نحن إلى أول سنة أو ثاني سنة بعض الأخبار ظلعت أن البنك الدولي ينفي صلته بمنهج الكفاية أو توصيح المنهج الكفاية لا لا الكلام غير دقيق وأعتقد البنك الدولي لم يصرح بهذا كل هذا هو البنك الدولي طبعا ومستشار قدامي قال أنا عندي منهج الكفاية أطبق في كذا دولة وإعتبر المناهج الناجحة فإحنا بدأنا على هذه في دول عربية مطبقة أعتقد أطبق في تونس أطبق في إسترالي حسب المعلومات التي عندي هو على كل منهج الكفاية منهج يعني ما هو اختراع حتى البنك الدولي هذا منهج بس الناس مفاهم تلك سعود نبي يعني ملخص أو شرح لهذا المنهج منهج الكفاية هو صعب بمكانك تشرحه في لقاء مثل هذا تبسيط لكن هل يقول نحن عندنا رؤية لتقديم المعلومة للطالب فالمنهج هو الوسيلة التي قدم فيها المعلومة للطالب فأول كنا نستخدم طريق يسمونها التعليم بالأهداف لا لا بالأهداف بمعنى أنه بعد نهاية الحصة يجب أن يكون الطالب قادر على أن يقوم بكذا كذا يكتب أو يحلل أو كذا المنهج الكفايات نحن نسميه في التربية ساعات أنها النسخة المطورة من الهداف بمعنى صار المنهج أكثر وظيفية حددنا للزمن حددنا الفائدة حددنا يعني مثلا قلت تقول كان الهدف قياسه صعب فهي العملية ليس بهذه السهولة يشرحها بهذه الطريقة لكنها عبارة عن منهج قائم على الكفايات شأنه أي المناهج الأخرى يعني ذلك قد يكون ينجح في دولة قد يخلق بدولة هذا لازم نأخذها بالحسبان لكن بعض المعلمين إيش تكون دكتور سعود يعني يقول إحنا نحن نفاهمين منهج الكفاية هو شي طبيعي لم يتم اعدادنا بصورة جيدة هو شي طبيعي لكن إحنا الإعداد تم الإعداد تم أنا قد أقول لك إحنا سوى أن أول شيء دربنا مدربين أساسيين اللي هم التوجيه الفني بدرجة أولا المدربين رح يدربون طبع رؤساء الأقسام اللي رح يكونون توطين التديم لكن أنا أولا أستشارها أنا معلم أعرف أننا نتأخذ فكرة جديدة ما هو السورة بمكان أحنا ما كنا في الثمانيات الأول ما جاءنا منهج الأهداف واجهتنا صعوب وأنا من الناس قاد أتكلم بصورة صريعة لكن نحتاج إلى وقت يكون الاستعاب أكثر في 2008 لما نقدمنا العلوم ورياضيات المناهج العالمية واجهنا ردة فعل قوية جدا ما زي منجحت هذا المناهج طبعا لأن هذه المناهج العمرياضيات هي مناهج عالمية أصلا لكن قد أنت تخفق في وغيرتوها الآن طبعا من 2008 نحن مادئين من المشروع حتى نظام الكفايات وافقناه حسب المناهج العمرياضيات لأن هذه دافئة فيها مبالغ ومبالغ كبير والأهم من ذلك أنها مناهج عالمية معتمدة مدرسة في دول أقاربية مدرسة في دول أجنبية فقضية أنك لما تطرح أي مشروع جديد أو أي فكرة جديدة تحتاج إلى وقت أنا أستشعر وممكن أنا كمعلم قاعد أقول لك أن أحس في معاناة المعلمين لكن على البعض يمكن علوم وريضيات من تجربتنا بعد ستين ثلاث أربع صارت الأمور أهدى وبدأنا عارف وفي عدل نقاط القوة والضعف فما نجي كفاية أنا حتى أنا كتربوي وكإنسان ما أستطيع أن أحكم عليه من خلال سنة أو سنتين لكن ما تقولي والله تعالي بعد أربع سنين يعني خلافنا ساعة يقول لك هذا أنا أتكلم عن هذر المادية أتكلم عن هذر مثل التربوي قال لك لا والله هذه موجودة منهج الكفايات يعني حتى لكن قيّرنا طريقة العرض التي موجودة من الأهداف قدّمنا عن طريق منهج الكفايات صار تقليل التركيز على المهارات أكثر ما رح تراجعون عنه؟ لا أصلا أنك تتراجع عنه في هذه الطرق أصلا غير منطقي أنه ترصد المبلغ وتبدأ المشروع وبعد سنتين أنت تتراجع عنه لا من صعوب مكان أنا أطبق بعد سنتين أشوف هل نجحنا بعد؟ هل حققنا يعني شيء مكسب معين؟ هنا أنت تحتاج أيضا إلى ما تقيمونه بالضبط دكتور سيد طبعا التحصيل هذا الطلبة طبعا رأي المعلمين بالدرجة الأولى رأي حتى المجتمع ككل ما بين شيء الآن يعني أنا قاعد أقول لك الآن بوادر نتائج يعني نحن خطونا خطوة الآن إن شاء الله ستطبقها إن شاء الله خلال السابع القادمة السابع القادمة سنطبق المنهج الكفاية في الصف الثالث و الصف السابع سننزلها على موقع الوزارة ستكون أمام متناول الجميع الثالث والسابع الثالث والسابع جميع المواد لهذه الخمسة ستطرحناها حتى يطلعها ساجدة الجامعة يطلع على الأمر يطلع على المعلم يطلع عليها أي مهتم بالتعليم يقولون ملاحظات على منها جاد عشان قبل طباعة الكتب نكون عملنا في شيء لكن أنا أقول لك تجربة أنا من أستطيع لا أصلاحكم عليها يعني وأنا في منتصف التجربة نعم رح نكمل حوارنا لكن بعدها فاصل مشاهدين الكرام فاصل ونعود لكم من جديد أهلا بكم مشاهدينا الدكتور خليل أنا بس أول شيء الدكتور سعود سؤال وأبي التعقيب منك أيضا على إجابة الدكتور سعود دكتور سعود شنو قصة مدرسة المميزين أو الموهوبين اللي طالعتنا فيها وسال إعلام فجأة لا ما في شيء يعني سمدرسة الموهوبين بل بالأكس أنا كتربة يضد أنك تضع مدرسة خاصة للموهوبين لأن يفترض الموهوبين يكونون مدمجين مع الطالب العادي يفترض الصف في ثلاث المستوى بس هذا الشيء مموجود لا يمكن ما في مدرسة الموهوبين لكن عندنا مثلا مركز صباح الأحمد الإبداع هذا عبارة عن أنشطة إبداعية كان في مشروع لي مدرسة موهوبين لكن من ناحية التربوية والنفسية والاجتماعية لا يمكن قبول بالأفكار و أنا أقول هذا رأيه الشخصي بغض الناظر عن مسؤولية التربية لا أجوز حتى في المدرسة الواحدة أنا أقول لا خلي الطلب أنه مجمع بعض فما أعتقد أنه هذه نقطة نقطة الثانية أنا مؤمن إذا فكرة موجودة أو لا موجودة إذا أظن طبقت دكتور سعود لا لا كمدرسة موهوبين ما طبقت يعني كمدرسة و مناهج من فصل لكن في اختبارات دخلها بعض المعلمين لكي يتم اختبار هذه عبارة عن إنشطة موهبين إنشطة إبداعية لكن المدرسة كان في مشروع أول في السابق إن إنشاء مدرسة موهبين و أنا كنت متعفظ عليها الافترض للموهبة تكون في البيئة الطبيعية في الوضع الطبيعي الشغلة الثانية حتى داخل المدرسة إدمج الطلبة يعني مع بعض لأن هذا حتى في من الطرائف اللي كان في 1978 في فنزويلا عينه واحد اسمه لويس ألبرتو ماتشادو قالوا هذا وزير للذكاء قال شو وزير للذكاء فكان يقول أؤلف كتاب جميل اسمه الذكاء حق طبيعي لكل الإنسان كل إنسان لديك نحتاج البيئة فبالتالي ما أستطيع أنا و أنا قاعد أقول ضد أنك تضع مدارس للفائقين و مدارس المتميزين خلوا مع بعض أول شيء أنك لا يكون تعطي نوع من الرجسية وبعده في شيء سميه التشاركة أو التعاون خلي علموا بعضهم فكنت أكثر ناس معارضة ضد هذا الأمر و أن طبق أيضا ضده من هو مدارس الموهوبين أو المتميزين طبيعي أنا رأيي أقولها ما العلاقة فيه نعم دكتور خليل تعليقك توجه الوزارة لهذا النوع من التعليم بفصل المميزين أو المتميزين و الموهوبين أنا أتفق مع الأستاذ دكتور سعود في قضية أن الطالب هذا رأيي لكن أنا مرة ثانية أنا غير مختص لكن كرأيي شخصي أعتقد بأن يفترض الطلب يشوفون بعضهم هذا الموهوب يتميز لما يكون مع قرناء أقل من مستوى فيظهر قدرته هذا واحد رغم الثاني نعم هناك أنشطة نتبناها لتنمية قدراته الأنشطة هذه ضرورية سواء بعد العصر بالمدارس أو في الويكنز أو بالإجازة الصيفية طبعا في الإجازة الصيفية لا يوجد شيء من هذا الكلام في وزارة التربية بالمرة إذا تسمح لي أرجع حق شؤال قضية البنك الدولي ونظام الكفايات 35 مليون دولار 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 خلال 4 سنين قسمها على 4 سنين قسمها على 12 شهر في السنة نتكلم 700 شيء بالشهر ألف دولار وما أريد يدفعوا 5 ملايين أعين فيها كويتيين في البنك الدولي دعوا تعلموا النظم الإدارة والأساليب والتعامل أفضل لنا من أن أنا أأتي بنظام اسمه نظام الكفايات وأطبق على عيالنا ولا نعرف نتيجته لذلك رح يصير شنو رح يصير عندنا مرحلة كاملة مراحل كاملة أعمار فئات عمرية كاملة تتخرج من الثانوية في هذه السنة قد يكون فيها خلل اللي بعدها فيها خلل علشان نتدارك الأمر احنا أرد يخرجنا سنة سنتين جيل جينين ثلاثة بالأخطاء اللي موجودة وهذا طبعا خطأ يعني تعلم تعلم شنو تعلم التحسين في رأس القرعان هذا لازم وزارة التربية تبطل منه بطل منه بشور أنت فتحتنا باب على مسألة تعيين الكويتين في البنك الدولي كثروا كلام مؤخرة عن تركيبة السكانية وإصلاحها وكثرة مطالب إحلال الكويتين بدل وافدين خصوصا في تربية من معلمين وغيرهم وأنت واحد منهم من يطلطوا بهذا الأمر تعليقك لما ييني وزير التربية أسأل معلم أنا عندي هالقصة الآن واحد تخصصة آداب تاريخ نقدم على يصير معلم في وزارة التربية تخصصة آداب تاريخ آداب تاريخ زين شنو قالوا له قالوا ما يصير لأنه في قرار وزاري يقول خريجة كلية الأداب ما يتعينهم مدرسين هو شكل آملنا بالله لما تيجي تسأل منهم مدرسي التاريخ في وزارة التربية ثلاثة أرباح وموافدين خريجة كلية أداب ليش لأنه أكو خمبقة في وزارة التربية بهذه البساطة شلحت شيء شنو قصة ممنوع على الكويت بس نحن أكو فوضى أكو فوضى شنو قرار وزاري شنو قرانه قرار وزاري يتعدى الغصم الكويت يقصبا عليك يتعين وجهت شيء بهذا الخصوص طبيعي ويتحمل مسؤولته الأخ مع الوزير التربية وهو يعرف أنا مكلمة بالأمر أمر آخر أنا معلم سنتين صار لي ظرف طلعت رح تصرت إداري اكتشفت أنه أنا أحسي معلم أنا أرغب بالتعليم أرجع ما يشبهون له ليش والله تقديره مدري شنو وش الحجي منين يا بين الحجي وفي نفس الوقت تلاقي فيه إعلانات على نفس التخصص في الخارج يابون الكويتين مش هالفوضى يعني أكو شيء يظل أنا أتحمل مسؤولية كنائبة الآن في الجانب الرقابي وأنا قلت حق الأخ المعالي الوزير مع احترامي تغذيري له والمسؤولين في وزارة التربية إذا هذا الأمر ما يتعالج رح نعالج غصب رح نعالج غصب مو أن أنا أخصبهم أعالج باستخدام أدواتي رح أعالجه ما رح أتركه رح أعالجه نعم دكتور سعود ما هي آلية الوزارة لتقييم ومراقبة المدارس الحكومية وكذلك المدارس الخاصة طبعا لما نرى أن المدارس الحكومية نظام قطاع التعليم العام هو المسؤول أنا في الدرجة الأولى والتعليم الخاص أيضا عندنا قطاع التعليم الخاص المراقبة طبعا تقوم على الأكثر من أساس ستتقييم العمل الإداري للمدرسة والعمل الفني الخاص متعلق بالمعلمين ونتائج التحصيل الطلابي في هذا الجانب نحن ساعات طبعا هذه الدولة يأتي عن طريق المناطق التعليمية في الدرجة الأولى تأتي بطارقة متابعتها سواء في زيارات سواء في السجلات لذلك نقول مثلا لما تزور أنت مدرسة أنا لا أقيم المدرسة فقط أني والله قاعد مع المدير المدرسة لا يمكن حتى البيئة المدرسية ومدى الصلاحية أنا ممكن أراقب أشعر مثلا أداء المناهج أداء المعلمين أداء الطلبة كل هذه يمكن لها منظومة معينة متكاملة وهذا نفس الكلار سيكون على التعليم الخاص فهي موجودة غضية المتابعة موجودة لا تكون نعم دكتور خليل أو دكتور سعود أين دور وزارة التربية في تطوير ونمو الشباب البدني والخلقي والعقلي كما جاء في نص المادة أربعين من الدستور لماذا اختفت تقريبا الأنشطة والرياضة المدرسية عدل الأمان الأخي يمكن خلال السنتين الماضيتين كان يعني يفود وزارة التربية كبير في غضية الأنشطة وذلك حتى التحقيق شبابنا للمراكز عيدة برامج عيد المسابقات لكرة القدم وعيدة برامج مع الطلبة بالعكس يمكن أكثر غطاء كان نشيط عندنا خلال السنتين طيب غطاء الأنشطة فبالعكس خلال السنتين الماضيتين يعني يعني مظلومين إعلاميا لا لا موجودين لا والله موجودين وتضاعف جهدهم من الأكبر يعني حتى الإعلام ويغطي من هذا كثير لكن هناك مسألة مهمة جدا عيالنا صاروا صعبين الآن ما هو صعبين يعني 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 الأهل هذه كلها دور كبير في تقيير اتجاهات طلبتنا إيجابية أو سلبية فيها إيجابية و فيها سلبية لا شك يعني مثل قضية الحركة طال أولادنا صباح لا يسمحوا الحركة و سب الأجهزة يمكن قد نشوف عيالنا في البيت لا أروح أبعيد أيضا لما تكون الأندي المسائية والأندي الرياضية لم يعد الإقبال عليها بذاك الدافعية خلاص صار في تبديل في الثقافة صار تبديل في اتجاهات الطلبة لأنه ملازمة تتواكبون هذا التغير اللي حصل طبعا إذا لك عيد المسرح المدرسي عيد المسابقات الرياضية برنامج مع الطلبة أيضا في مسابقات خاصة في الدستور في مسابقات خاصة في كل مجال يعني كانت فترة من فترات غير موجودة لا لا موجودة حتى لا نظلم حقوق الآخرين لكن قاعد أقول لك أنه يمكن عشان الشيء بالشيء يذكر كانت أنه يعني يمكن اليوم شوف مع الوزير كان مستقبل طلبة محقق النتائج في جنيه قبل مدة كنا مستقبلين طلبة محققين نتائج في أعتقد في التربية البدنية لا موجودة العملية موجودة ليس بصورة المعدومة بهذه الشكل لكن أنا أقول لك أنه أفضل من سنوات ماضية أصلاً كثيراً يعني سنوات ماضية كان فيه نوع من التقصير نوعاً ما يعني أعترف لكن عادت خلال آخر سنتين خلنا أعترف أنه نعم كان في نوع من التقصير نعم راح نكمل حوارنا لكن بعد هذا الفاصل مشاهدني الكرام فاصل ونعود لكم أهلاً بكم من جديد مشاهدينا دكتور خليل أبول بحكم عملك وكذلك كونك عضو في اللجنة التعليمية البرلمانية وأنت تفضلت قبل قليل وتحدثت مع الوزير التربية من خلال توجيه بعض الأسئلة كيف تجد وزير التربية الجديد لا سيما أنه أتى من رحم الوزراء ومن بوابة التعليم العالي والجامعة أنا منذ أن أصبحت نائباً ومروا علي إذا ما أنا خلطان واحد اثنين ثلاثة خمس وزراء تعليم عالي خمس وزراء تربية وتعليم عالي تربية وتعليم من تعرف تمشك منه وتحاشب منه هذا خلال كم سنة تقريباً هذا خلال من المجلس المبطل الثاني من عاية 2020 يعني خمس سنين خمس وزراء ايه خمس سنين خمس وزراء كل سنة وزير كل سنة تقريباً وزير أعتقد أنه طبعاً الوزير الحالي الوزير السابق والوزارة السابقين كلهم مع كل احترام نتقدير الشخص الكريمة ناس نحترمهم وناس يعني في بلا شكل في أخلاقيات عالية وناس نتقدرهم حيل الوزير الحالي نعول عليه كثير رجل سيستماتيك رجل مهندس ميكانيكي وبالتالي التفكير التحليلي عنده والمنطقي يفترض يكون عالي جداً يبي لأ وقت على ما يفهم وزارة التربية ويعرشل داخل وزارة التربية وداخل مؤسسات التعليم العالي هو من جامعة الكويت ما لعلاقة في محل الأفعاد ما لعلاقة في هي العامل التعليم تطبيق التدريب ولا في الأكاديمية مالة الفنون المسرحية والموسيقى ما لعلاقة وبالتالي يبي لأ وقته يظل يفترض الوزير يأتي يعني هناك واحد يقدر يجي لها علاقة بكل هذه الجامعة لا يقدر وكأننا مطالبين بفصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي وزير التربية يكون شخص ووزير التعليم العالي يكون شخص آخر هذه المطالبات كنا دائما نقولها في بداية تشكيل كل وزارة أنا برجع إذا تسمح لي أستاذ أحمد على قضية التقييم أنا مدير مدرسة من يقيمني؟ المدرسة؟ أنا مدير مدرسة من قيمني؟ يقيمني المراقب مراقب مرحبا هل باستطاعت المعلمين في المدرسة يقيموني؟ لا هل باستطاعت أنا يا ولي أو باستطاعت ولي الأمر أن يقيمني؟ دكتور خليتك بالمعلمين يقيمون مدير المدرسة؟ أتكلم عن 360 على الأقل يكون لهم صوت مسموع ولوهم رقم في تقييم هذا المدير اليوم جزء مع احترام تقديري كثير منهم طبعا لو خلية خربت لكن جزء كبير من المعلمين يتصرفون كأن المدارس هذه شركات خاصة لهم ورثوها عن أبهاتهم وأهاليهم من المعلمين أو من مدراء؟ من المدراء من مدراء مع احترامنا الشديد مع احترامي تقديري أنا أتكلم عن البعض منهم الآن كيف أقيم هذا وكيف أعرف أن هذا هو من هالنوع من هذا النوع اللي هو قاعد ويعتقد أن هذه مدرسة ورثها من جدة نحتاج إلى تطوير آلية التقييم وأنا بهالفرصة أنتهز وجوده دكتور شعود في هالمسألة هو مسؤول عن جزء من هذا في تقديم الدراسات في هالمسألة أعتقد نحتاج إلى تقييم نسميه 360 اللي هو 360 الكل يقيم الكل وأنا في السنتر يقيمني الكل اللي فوقي واللي تحتي بهذا الشكل واللي على جوانبي اللي مشابهين لي أعتقد هذا مهم جدا الآن الوزن الكثيري نحط مهم مهم نريد أن نعرف المستوى أنا كنت أستاذ في الجامعة أدرس كان يكون وابساك يمسوينا الطرف واتحافي الطلبة يمسوينا يقيمون الأستاذ الطلبة يقيمون هذا الشيء في الويب سايت يضعون ملاحظاتهم على الأستاذ كنت حريس أطالع الطلبة يقولون عني وهل هذا يعطي مصداقية كبيرة؟ هناك جزء مننا موجود وما كانوا يقيمون بكتور خليف؟ هناك من يقول لك هذا عصبي واحد يقول لك هذا ما على شغل واحد يقول لك والله هذا ما يعرف التخصص ماله طالب طالب في سنة أولى جامعة يقول هذا ما يعرف يتخصصه وراضح يعني أكو شيء لكن يظل قبل أن أدخل الستوديو كنت أسمعه من أدارك عصبي دكتور؟ من قال لي ما أدري أنت كان معصبي أنا جاد أنا معصبي أنا جاد في شغلي لما أشتغل في شيء أشتغل فيه بجد لكن شوي في عصبي لا لا أكو حرقة نحن قاعد نتحدث عن بلد ووطن وأرض وبلد فلا بد أن أكون من الحرقة هذه الحرقة فيني هذه المسألة الآن أكو شيء ثاني كنت أنظر لتقييم الطلبة وأسمع الطالب شيء يقول عني وأحاول إذا أوافق أتدارك هذا الأمر وأصلح من سلوكي وأدائي كأستاذ في الجامعة يعني تؤيد هذا الأمر بالنسبة للمعلمين يقيمون مدير المدرسة يصير تقييم أعتقد نظام التقييم في وزارة التربية ناقص يحتاج إلى عيادة وهذه سالفة التقييم أن المعلم لا يدري كيف تقييمه أو الموظف في الدولة لا يدري كيف تقييمه الوافدين واستبدالهم بمواطنين أو ما يسمى بسياسة الإحلال أين وصلتم بهذا الملف؟ هل لديكم النية أساسا بهذا الاتجاه؟ يعني عازمين أنتم بهذا الاتجاه؟ لا أعزمين هذا واجبنا أصلا يعني هو قضية عزم وعزم وغضية الإحلال هذه قضية وطنية ما نجامل فيها لكن حسب الإمكانيات التي عندك نعاني ساعاتنا في بعض التخصصات فيها نده مرحب جدا ما عندنا مشكلة تقريبا نسبة التكويتي قد تصل إلى 100% إذا لم أقل من كثير عند المواد مثل المواد الاجتماعية لا نسبتها عالية جدا بدأنا الإحلال من السنة هذه أن تم الاستقناء عن بعض يعني غير الكويتيين حتى يعطى فرصة لإحلال بدأ الكويتيين فالخطة موجودة مثل ما قلت ما هي نية غضية هذا واجبنا وهذا دورنا أصلا أن تكون يعني ما راح تراجعون عن هذا الأمر مو كيف نتراجع أصلا يعني أنا قاعد أقولك هذا قرار وطني له بعد وطني أكثر يعني ما هو بعد يعني أنت ما لجأت للحاجة إذا انتفعت الحاجة إذا ماكو داعي إذا هذا من الوزارة أو من ديوان الخدمة هذا توجه الدولة ككل هذه سياسة الدولة قضية العمال الوطنية هذه مطلوبة وعساس أنها ممكن تكون هناك ناس تعمل بغير مجالهم أو تكون عندك بطالة أو تكون هناك ضمن فبالتالي هذا مسألة واجب علينا ما هي بغضية خيارية أصلا حققت تتقدم فيها من سنة إلى سنة؟ لا شيء طبيعي أكيد أنت تتحقق أنتوا بدأتوا هالسنة فقط؟ نحن نجهزين القرارات لقضية الإحلال خاصة في بعض المواد التي فيها فائض نعم دكتور خليل تتعقب بعد؟ على موضوع الإحلال تفضل إذا تسمح لي تفضل أنا لا أريد أن أخذ البرنامج خذ وقتك لا لا تفضل أنت لا تهدد جاهزة سنة عندنا وقت لا تفضل لا تهدد جاهزة سنة إذاك الله خير قضية الإحلال كل وافد موجود في الكويت هو وظيف على دولة الكويت وما جاء غصب أحنا دعناوية بلا شك وكلهم على رؤوسنا وكل تقدير واحترام بلا شك لهم كلهم الآن الذي يأتيني من بره أدعوه في نقل الخبرة مالته أخذها منه هذا مقاعي حاصل في التعليم هذا أقل في وزارة التربية هذا الجزء الجزء الثاني أستطيع أن أبدل بكل بساطة أي مكانة واحد ثاني سنوات وسنوات هذه السنة هذه بدأنا نفكر في الإحلال في وزارة التربية أكو مشكلة الآن هل أيضا وزارة التربية على تواصل مع جامعة الكويت مع التعليم التطويقي مع وزارة التعليم العالي فيما هي حاجات المستقبل في التخصصات التي نحتاجها هذا الأمر هذا ديوان الخدمة هذا أنا أؤكد لك لا يوجد أنا أؤكد أنه لا يوجد دعني أطلع لي واحد من ديوان الخدمة أو في المسؤولين مشغل دكتور يعني أنت تطالب بإبقاء المعلمة الواقعية لا لا أبدا أبدا أنا أطالب بالتالي هناك تخصصات يفترض يفترض نركز فيها الكويتين أكثر فيها الكويتين لأنه في نقر هذا الشهاد تلقى يسوون وزارة التربية مو موجود مو موجود مو موجود أنا أؤكد لك مو موجود مو موجود يضعون بدل تخصص نادر ويضعون مزايا وين فيه؟ بدل تخصص نادر مثلا مادة الحاصل وماادة الفيزي ماذا عن التعليم العالي ماذا عن الجامعات الخاصة هل هناك تواصل بين وزارة التربية في حاجات المستقبلية من الكوادر البشرية الكويتية هل هناك تواصل في هذا الشأن بين وزارة التربية ومجلس الجامعات الخاصة هنا أبيض واحد يصبح يقول نعم هناك بعض التخصصات تتسكر من الكلية بحجة أن هناك حاجة في أكتفاء بوزارة التربية أستاذ أركز معي أنا قاعد أقول الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة اليوم أكبر الكويت جامعات خاصة هل هذا التواصل وهذا الالتقاء وهل تنسيق موجود بين وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة وجامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية والتي منهم وزارة التربية والله العظيم لا يوجد أبي واحد يقول لي أنت مقتحبت أطلع وأقول أنا أعتذر وأتأسف للجميع لا يوجد أكو خلل في الإدارة أكو خلل في المسألة هذه كلها هذه وجهتنا أظري نعم نرد للسؤال أننا بنستغل وجودك معنا طبعا نطلع شوي عن الموضوع الأساسي اللي هو التعليم العام ونسأل عن موضوع الشهادات المزورة وين وصل هذا الموضوع؟ هذا الموضوع موضوع شائك جدا نحن لا أعتقد بإمكان وزارة التعليم العالي أن تقول لنا هذه الشهادات مزورة أو غير مزورة في الوقت الحالي لم أعتقد هذا الجانب لأنه وائد من هذه الشهادات لما نقول مزورة معناها أنه أنا لم أأخذ شهادة من جامعة الكويت أنا دعيت أنه أني عندي شهادة من جامعة الكويت وهي شهادة ما يبت شهادة من جامعة وما داومتب جامعة الكويت؟ ولا يمكن داومت لشهر شهرين رحت سياحة أشان أقول أن هذه الشهادة مزورة أي أن هذه الشهادة لا أساس لها في الجامعة السين ما لها وجود في الجامعة السين يعني مجرد ورقة ورقة أنا يا إفهم طبحها ومشويها هذا ملعب بالجامعات المزورة هذه مزورة الآن أكو جامعات غير معتمدة أكو جامعات غير معتمدة أكو جامعات مش جامعات حقيقية ولا هي جامعات علمية أكاديمية بقى لا تجبر ماركتات ده شوف فيها عيالنا الآن الأصل في هذه المسألة أن نمنع ونقطع هذا الأمر لا يتكرر هذا الأمر هذا واحد الرغم الثنين أن نضمن بأن نعطي فرصة لأبنائنا حتى لا يدشور في هذه الاتجاهات مثال طالب خريج التعليم التطبيقي عنده سنتين دبلوم منه في الكويتي السعوبة أنا خريج مع حد التكنولوجيا من الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب والمسماعي وظيفي مساعد مهندس أريد أن أحصل التحصيل العلمي الآن نضجي الذهني والفكري أمري 17 سنة 18 سنة من الثنوية ما كان عندي ذاك الاهتمام ما كانت ناضج ذهنيا الآن بعد ما ذاكت التعليم التطبيقي بعد سنتين نضجت ورأيت أن أنا تطلعاتي وطموحي أن أحصل على البكالوريوس في الهندسة فيها أي تخصص خلص دبلوم وين أروح في الكويت يقبلون جامعتي طلع لي مؤسسة واحدة في الكويت تقبل الجامعة تقبل شهادة التعليم التطبيق ويقول لي تعال أنا أعطي ما لا يجرر فإطار وين يروح يروح احنا ناقشنا هذا الأمر لجنة التحقيق وين وصلت ما كنا ننتظر المعلومات من وزارة من الأخ وزير التربية من الجامعة ومن التعليم التطبيقي ومن وزارة التعليم العالي إلى الآن في المجلس السابق قعدنا سنتين نحقق في هذا الأمر المعلومات مهجاتنا كافية لذلك الله عنها تقرير يدين إدارة الجامعة ويدين إدارة التعليم التطبيقي الآن في هذا المجلس شكلنا هذه اللجنة وقعدنا نشتغل وأنا متأكد أن النتيجة رح تنتهي بنفس ما وصلت إليه اللجنة السابقة في المجلس المنحل الأخير ما رح تيدينا معلومات كاملة ورح نطلع تقرير غالبا إن شاء الله إذا الحسب عضاء اللجنة زوان دوركم حر ما تحركون أدواتكم دكتور خليب الأدات الحين عشان أنا حرك الأداء معناتها أكو قصور لما أشوف أن وزير التربية والتعليم العالي يتعمد في أن يعطل هذه المسألة دون الشك مو بس أحرك أدواتي إلا أدام للركب سياسيا طبعا هي سياسيا نتكلم لكن لما أشوف أنه هو لحو المعاصب دكتور ما تقول معاصب لا الله كان يقاعد يواجزيني واشرب ماي أدام للركب لا لا أنا سياسيا كناية أنا أقصد كناية عن أن المسائلة السياسية رح تكون مسائلة شديدة هذا غزي نعم في هذه المسألة هذه مغشمرة كثير من هؤلاء قد يكون اليوم واحد مسؤول ماسك ماسك منصب تنفيذي كبير ومرموق في الدولة من أحد هذه الشهادات وهالجامعات الحيالة وما أنا قاعد حتى لا وشيء لذوق المشاهدين الكرام راح نكمل الحوار إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل مشاهدين كرام فاصل ونعود لكم من جديد أهلا بكم مشاهدين دكتور سعود ماذا عن مباني وزارة التربية لا سيوم المدارس القديمة هل لديكم خطة لترميمها أو إعادة بنائها وأين وصل مراحل أو وصلت مراحل البناء في مبنى الوزارة الجديد في جنوب السرة طبعا فيه في خطة كده عند الوزارة لترميم المدارس في نوعين فيه ساعات ترمية المدرسة كما هي موجودة في مدارس لها غير صالحة وعلىها إزالة طبعا لدى قطاع يمكن الإنشاءات خطة واضحة كل سنة يأخذون كم مدرسة طبعا المدارس نبدأ المدارس غير صالحة تم تفريقها تمهيدا لإزالة بدأت التنفيذ يعني بس تعثرنا بعض الأمور في إجراءات عادل الإدارية وقانونية وشغلات هذه لكن خطة موجودة في مدارس تم ترميمها الذي ليس لدي حصائية الآن لكن تم الانتهاء من ترميمها والبدء أيضا يكون فيه بالعام القادم وبعض أيضا بدأنا في السنوات الماضية حسن ما سمعت المبنى الجديد إن شاء الله قال خلال أشهر يكون الانتهاء منه وإن شاء الله نأمن يكون ينتهينا من أو انتقلنا من المبنى الجديد إن شاء الله إن شاء الله المبنى الجديد أحسن من القديم دكتور ولا والله أنا إنسان كلاسيكي يمكن أن أكون المبنى الله يعطيك العافية بس يمزحونا والله المبنى الجديد أهم شيء العمل هذه المبنى لا مشكلة الله يعطيكم العافية دكتور خليل عشرات الآلاف من الموظفين الكويتين يعني يكملون دراستهم بالخارج على حساب المخاص بوسطة الإجازة الدراسية مثل ما تفضلت اللي خلصت مثلا دبلوم كلية دراسة تكولوجية ما يقدر يكمل بالكويت لماذا لا يتم إيجاد طريقة لاستكمال دراستهم في بلدهم خصوصا أن معظمهم أرباب أسر ويعولون عوائلهم قدمنا اقتراحات برغبة في هذه المسألة بإنشاء جامعات خاصة أخرى وإنشاء جامعات غير ربحية جامعات خاصة غير نان بروفيت بل جامعات غير ربحية وأيضا قدمنا توصيات بشأن أن تقوم جامعة الكويت بعمل بتمكين الطلبة هذولة لنا يدرسون عندنا أكو شيء أيضا أنت لا تريد أن يتعلم الطالب كلهم في نفس المكان أنت تبي المدارس المختلفة تبي الخبرات المختلفة تبي الفكر المختلف تبي عيالك يروحون لكن لا يروح لبقالة لا خير يروح جامعة معتمدة ويرجع لك بشيء معتبر وسليم وصحيح وهذول الذين يدرسون على حسابهم أيضا كان هناك صندوق دعم التعليم في برنامج الأفسد أيضا وزارة التربية أعرف حق المعرفة من أيام الدكتور بدر عيسى الله يذكر رب الخير للوزير الأسبق كان هناك كلام بعادة وضع معايير وأسس للاستفادة من هذا السنوات جاءوا منها ينفقون أموالهم هنا يفترض نحن نتمنى هذا الأمر يكون موجود مرة ثانية كما ذكرت لك نريد أن نخلق الفرص في الكويت وفي الخارجة بعدين ليش التركيز على أمريكا وعلى كندا مثلا وعلى شم جامعة في أوروبا ما هو في شرق آسيا أو في اليابان أو في أستراليا أو في نيوزلندا أو في الدول أخرى جامعات المرموقة خذ نفتح معاها سبل التبادل العلمي من خلال الطلبة والبعثات وحتى التبادل الأكاديمي من خلال التبادل الأساتذة على كل حال كل ما يأتيك طالب من مدرسة مختلفة من جامعة مختلفة كل ما هذا شيء سوي يثري الدولة عندك بالمدارس المختلفة فما نريد أن نركزهم كلهم عندنا نريد أن نعطي المجال في الخارج والداخل دكتور خليل نتأخذ بالحسبان غضية التنوع بالتخصصات الآن نريد أيضا أن تخصص زايد على الحاجة في الوقت الحالي يتم دراستها أتمنى أن تكون هناك توجهات أو بحكم القانون أو بحكم الإرشاد والتوجيه حتى نستفيد من أكبر عدد متخصصات أنا لا أستفيد مثلا 10 ألاف أو 5 ألاف طالب دارسين في التخصص معين وبالتالي يصير التغير عليه حتى من الطرائف يعني أنه في عام 1953 لما قباني و عقراوي قدموا التغير من الكويت قال لازم تترائعون التخصص في الكلام هذا مثلا في الـ 55 قاعد يقول الآن أنتم بعثين 15 واحد إلى مصر 12 منهم حقوق اشتبوه من الحقوق واحد طبيب واحد محتاجين مهندسين فأنا أتمنى أنه مع التوجه هذا يكون لأتوجيه لتخصات معينة ويكونوا عند حتى لو كان لزام ترى بعض الطلبات أنا بس يحب أنه رغبة بالإكمال خليه يكمل على شيء يجب أن نستفيد منه بس يعد الوضع بوزارته ممكن يكون بحليه خليه في مدى التخصات ممتاحة لا نعم دكتور سعود بالرغم من مشاريع مثل فلاش ميموري والآيباد وغيرها إلا أن حقيبة الطالب لا زالت صامدة أمام هذه المشاريع و رح تصمد إن شاء الله هذا الحجم رح تصمد لا لا طبعا و هذا الوزن الحقيبة طبعا اختلفت بالكثير يعني أنا بعد ما استخدمنا قضية أنه أوشق لنا المناهج في مرحلة ابتدائية بعدها صارت على جزئين لكن أنا من أمدني هذا الجهة نظرية الترفيلي لا يمكن استغناء على الكتاب لا يمكن على الأقل في المراحلة السنية الأولى لأن مهارة الآن مشكلتنا في مشكلة مهارة القراءة و الكتابة لا لا يعني قاعد أقول أنه و هذا أتمنى أن نقدم مشروع ينهض في اللغة لأنه عندما يكون الطفل الصغير محتاج إلى علم الذكاء الذكاء لا يقتل بالخصوبة والطلاغة خصوبة اللسان و خصوبة الفقر و طلاغة اللسان فبالتالي لها مهارات خاصة لكن هذا ليس يعني أن أفصل عن الأجهزة الحديثة هذا يعتبر معاونة لي بالدرجة الأولى إذا كان لها فوق إيجابية لكنها أضرار سلبية على الصحة على العين على التفكير ما لقيته حل الدكتور يعني الحقيبة فعلا وزنها كبير يعني لما نشوف طلاب ابتداء رايحين والله يا الله يشيل الحقيبة و إحنا عيالنا بعد شايفين أوزانهم و شايفين اللي أنا شايف الحقيبة صارت ممكن أخاف من أول لكن نشوف هذا ما يمنعني إعادة النظر فيها لكن الاستغناء على الكتاب خاصة المراحلة الأولى لا بالعكس أنا بيعلم الحركات الإيد لأنه لما نعلم التلوين و الرسم و الخط حسنت خطة قوة الأربطة من ناحية حتى فسيولوجية يعني ممكن وسعت حتى مداركة و خيالة أطفالنا الآن أصبحوا محرومين من الخيال و سبنا هناك من يفكر عنه لأنه يريد هو يفكر فالقضية لها رؤية تربوية يعني مهو بهذه السهولة لك ما في آلية أن يكون الكتاب موجود داخل المدرسة في خزانة جربناها في بعض الأمور يعني ما توفقنا فيها لكن أحنا أمكن معك تخفيف الحقيبة تقليل عدد الكتب هذا ممكن مقبول لكن نستغني على الكتاب لا الكتاب له وظيفته يعني و خيره جلسة يقول المتنبي في الزمان و كتاب نعم دكتور خليل نبي نسأل عن نسب النجاح في سنوات الابتعاث الأخيرة يعني هل هناك توسع في نسب النجاح في نسب النجاح قصك في التنوية لا نسب يعني سياسة الابتعاث سياسة الابتعاث يعني عشان يروح والله يؤهلت و أهلت هذه النسبة للابتعاث ما كافي لا أكو شيء أولا شى نسب النجاح عجبتك دكتور خليل تشوف أنها زينة لا سألت فيه سؤال برلماني الجواب يعني ما كان مقنع يعني أنت سألت فيه اسألت أكو شيء مرة ثانية يظل قضية قياس الجودة هذا وعيد مهم ومن يقيس الجودة كان أكو مشروع لدى وزارة التعليم العالي أو استحداث ما يسمى بالاختبار الوطني أن كل طالب يذهب للبعثة وهذه فكرة الفاضل دكتور وكب وزارة التعليم العالي دكتور حامد العازمي أن الطالب اللي يروح بعثة أو يروح جامعة خاصة أو يدي جامعة لكويت أو يكون امتحان موحد يحدد المستوى ونقيم على أساسه هذا مهم الآن أنا أيضا قدمت اختراح الناس الظاهر ما فهمتوا والمسؤولين ما فهموا عدل إذا الكلام اللي قال للدكتور سعود في قضية تنوع التخصص والمدارس والمور هذه كلها إذا أنا كل سنة أخذ أول خمسين طالب على مستوى الكويت خمسة وعشرين علمي وخمسة وعشرين أذبين أقول له وش تبي تدرس وأي تخصص تبي على كيفك؟ يبي يدرس رسم وهذا الشيء ما قد يصير؟ لا لا ما قد يصير هم ملزمين بالمقاعد المتاحة أمامها سواء في مقاعد جامعة الكويت أو في البعثات أو في الجامعة نسب تعالي أكيد بيختار نسبتي على افتراض تسع وتسعين قررت أريد أن أصبح رسام ما بيصير مهندس ولا طبيب ولا معامي ولا شيء ما المانع؟ هذا بادرة هذا ممكن يكون طالب موحو في البداية إذا مكنت أن يدرس ما في مانع فيه مانع له اليوم فيه مانع الفرصة هذه ليس متاحة ليس متاحة له ليس متاحة له أبي أدرس رسم في فرنسا أبي أروح بعثة أدرس فنون رسم في فرنسا هل هذا متاح له؟ لا لو نمكنها الخمسين لواحد خمسين مو زايد خمسين خمس عشر خمس عشر بعد ما يدرس هذا الطالب اللي هو أبرز طالب في مستوى التحصيل العلمي في عمره لما يدرس إلي أبي غالباً رح يرجع لك شنو؟ موهوب في شنو؟ في تخصصها في تخصصها هذا أنت قاعد تخلق موهوبين خمسين بعد خمس سنين رح يقول اكتباعاً خمسين خمسين موهوب في تخصصها في إلي أبي إذا في توسع ما المانع في توسع بالمساعدة ما المانع أنا اقترحت هذا الاختراح ما أقدر أفرضه لا أستطيع أن أفرضه لأنه ما عندي الحق التشريعي في أني أنا أشرع شيء مثل هذا لكن أنا هذا أمر تنفيذي بحث نتمنى أن نشوف هذه الأفكار موجودة ويتبنونها من أجل البلد وليس من أجل الحسار نعم دكتور سعود الحربي واقعياً وبعد هذه العقود من السنوات على بدء التعليم في الكويت هل يصعب على وزارة التربية منع الدروس الخصوصية؟ دروس الخصوصية هذه هي مشكلة يمكن تربوية وليس مشكلة تعليمية شلو مشكلة تربوية؟ والدليل على ذلك أننا وصلنا حتى طلبتنا في الجامعة قاعدين يأخذون دروس خصوصية أعرف شلون؟ هي شيء يتحملها وزارة التربية في شيء نسميه زيادة الطلب الاجتماعي على التربية والتفوق الآن الطالب خصوصي ليس طلب الضعاف ويحتاج لنسبة عالية أعرف شلون؟ أيضاً في نوع من يمكن قد إحنا أخفقنا في بعض الجوانب أنها قضية الإتكالية الطالب ما هي بعض الطالب حتى لا أعمم لا يريد أن يبدل موجود أكثر ودليل على ذلك نضع مدى صحوف تقوية ما في قبال عليه ترى لكن الطالب يحب المعلم يصلى في البيت يصلى اللبس اللي مرتاح لبطايقة اللي مرتاح فالقضية قضية توقعات اجتماعية توقعات لكن لو كانت مشكلة تعليمية ممكن تعالجها تعالي والله عندك مناهجك فيها إشكالية أنا ممكن أعالجها مشكلة في معلمينك على جلاك القضية غضية توقعات ودليل على ذلك يعني يقدر الطالب أنه ينجح ويصير مننا الطلبة الفائقين بدون دروس خصوصية ومعلمين خصوصية وأعتقد أنه في طلب أنا ما كنت أتعمى ما كنت أتعمى ما كنت أتعمى فائقين لكن في متوسط العام يقدر بدون دروس هذا اللي أقول لك لكن القضية غضية مرتبطة في سلوك مرتبطة حتى في غضية أنك تبدل مجهود أو التعمل يعني لا أريد أعمامها لكن أنا أمضى هذا مشكلة تربوية أكثر من مشكلة تعليمية نعم دكتور خليل آخر سؤال هذا عندنا أعيالك مدارس خاصة أو حكومية أعيالي في مدارس حكومية وأنا كنت مبتعث من جامعة الكويت ووفقا لعقدي مع جامعة الكويت كان باستطاعتي أن أدخلوا مدارس الخارج خاصة ولما أرجع من مقر بعثتي يستمرون في التعلم في مدارس خاصة على حساب جامعة الكويت أنا فضلت المدارس الحكومة لعيالي ولما كنت بره كانوا مدارس حكومية كانوا مدارس حكومية وإلى الآن مدارس حكومية طبعا أنت خرجها وكبرها واستغلت نحن قلنا على انتقابك هذا دكتور خليل عيالك كلهم مدارس حكومية لا لا أبدا أنا أفضل المدارس الحكومية وأفضل هذا الممعنات أن أنا ما أودعياني لكن عندي ملاحظاتي وعندي انتقاداتي وعندي انتقادات شديدة أنا متمسك بهذا الأمر أحيان كل واحده اختياره أنا اخترت المدارس الحكومية لأني أنا خريج مدارس حكومية وأعرف قدرات المدارس الحكومية إذا كانت تستخدم صح نعم يعني كنتم ويانة أو كنتم ويانة على مدى حلقتين متتاليتين النائب وعضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب دكتور خليل عبدالله أبل الوكيل المساعد البحوثة التربوية والمناهج الدكتور السعود أهلال الحربي شكرا جزيلا لكم على تلبية هذه الدعوة وجودكم لحلقتين متتاليتين فشكرا جزيلا لكم شكرا لكم مشاهدين الكرام إلى هنا انتهت حلقة برنامج هاشتاق لهذا الأسبوع كنا معكم على مدى أسبوعين حلقتين متتاليتين عن التعليم العام هاشتاقنا كان هذا الأسبوع بعنوان التعليم العام 2 إلى أن نلتقيكم بحلقات جديدة نستودعكم في أمان الله